موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم والبداية بالعنوين موسيقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي استقبلوا وفد حضر موت ويهنئهم بتشكيل مجلس حضر موت الوطني موسيقى رئيس الوزراء يشدد على دور الصحفيين والإعلاميين في الحفاظ على أخلاقيات المهنة والانتصار لها موسيقى الارياني يطالب المجتمع الدولي بموارسة الضغوط على النظام الإيراني للتعاطي بإيجابية مع مبادرات وجهود السلام في بلادنا موسيقى أرمكم إلى التفاصيل استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي في العاصمة السعودية الرياض استقبل محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي وسلطة المحلية والقيادات والوجهاء وشخصيات الاجتماعية والسياسية المشاركة في المشاورات الحضرمية والتي يقيمت في الرياض برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية الشغيغة وهنأهم بتشكيل مجلس حضر موت الوطني وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور العليمي الحضرين جميعا بهذه الأيام المباركة العشر من دلحية وبما توصلوا إليه نيابة عن القوى والمكونات والشخصيات السياسية والاجتماعية الحضرمية من نتائج للمشاورات الشاملة والمسؤولة والتي انعقدت بدعوة ورعاية كريمة من الأشقاء في السعودية وتكللت بتشكيل مجلس حضر موت الوطني متقدما بالشكر للأشقاء في المملكة نظير كل ما بذلوه ويبذلونه مع اليمن جميعا ومع حضر موت على وجه التحديد وفي هذه المرحلة بشكل خاص وشدد على ضرورة النائب محافظة حضر موت عن أي صراعات أو تجادبات وتحييدها عن ذلك منوهم بما لمسه من اهتمام خاص من جانب الأشقاء بمحافظة حضر موت للحفاظ على أمنها واستغرارها وتماسكها ودعمها تنمويا وخدميا لمحافظة حضر موت من أهمية على صعيد تحقيق تطلعات أبنائها سياسيا وأمنيا وخدميا وثقافيا بشكل خاص وتحقيق السلام في الوطن بشكل عام كما حيى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي جهود قيادة السلطة المحلية مبثلة بالمحافظ مبخوط بالماضي وكافة الجهود الخيرة لكل رجالات حضر موت ومكوناتها وكذا الدور الحيوي للأخوة في مؤتمر حضر موت الجامع ومرجعية قبائل حضر موت وكافة المكونات المختلفة والتي ارتفع صوتها من أجل حضر موت قائلا إن حضر موت كانت الركيزة الأساسية في الحفاظ على الدولة وهيبتها ومؤسساتها وأطرها وعلى النسيج الاجتماعي وكذا مكافحة الإرهاب والانقلاب وبالتالي لا بد لحضر موت أن تنال حقها الطبيعي في الشراكة والتواجد في مفاصل الدولة المركزية بما ينسجم وحجمها وتأثيرها وأضاف إن حضر موت قدمت نموذجا راق ينسجم مع تاريخها وعلاقتها ومنهجها الوسطي المعتدل وهذا ما لا يمكن توقع غيره فهو المأمول والمرتقى من حضر موت ومن الأهمية بمكان لانفتاح على الجميع والقبول بالآخرين وتمتين وحدة الصف الحضرمي والحرص على نجاح مجلس حضر موت الوطني فحضر موت رفعت سقف التحدي ولا مجال أمامها للتراجع أو الفشل وشدد العليمي على ضرورة حرص مجلس حضر موت الوطني على اقتنام الفرصة لتقديم نموذج سلام وتنمية وتعايش من خلال إبعاد حضر موت عن الصراعات والتجاذبات في ظل دعم الشرعية والتحالف بغيادة المملكة العربية السعودية مؤكدا دعم الجميع بدون أي مواربة لحق أبناء حضر موت في إدارة شؤونهم السياسية والإدارية والاغتصادية والأمنية والاجتماعية والثغفية وحق حضر موت في الشراكة الندية بكل وضوح وفي صناعة القرار السيادي وبما يتناسب وحجمها وتطرغ إلى التحديات التي تواجه البلد ولسيما الغطاعات الاقتصادية والخدمية التي تمثل هاجسا كبيرا وكذا مدى التأثير الكبير لتوقف تصدير النفط الخام وغياب النسب التنمية على مستوى الخدمات في محافظة حضر موت وملف الكهرباء المؤرق مؤكدا العمل بكل الوسائل لتجاوز هذه التحديات ومؤكدا أن استغرار حضر موت وتكاتف والتفاف أبنائها حول قيادة السلطة المحلية وحول الرافعة السياسية ممثلة بمجلس حضر موت الوطني سيشكل بيئة جاذبة للدعم وكذلك للاستثمارات المختلفة كما دعا عضو مجلس الغيادة الرئاسي إلى انفتاح حضر موت وغيادتها وأبنائها على أخوانهم في المحافظات المجاورة الشبوى والمهرة والسقطرة والمضي معا لإيجاد صيغة تنسيق وتعاون وتكامل وكذلك تعزيز صمود مأرب ورفع معنويات أهل تلك المحافظة الباسلة والتي تواجهوا ميليشيا الحوثي الإرهابية وتمثلوا سياجا أمنيا وسدا منعا حتى لا يصل السلاليين الإنقلابيين الحوثيين ويجهدوا الأمن والأمان الذي تتمتع به حضر موت ساحلها وواديها وهضبتها وصحرائها وكذا محافظات شبوى والمهرة وقد تحدث محافظ حضر موت عن شكرهم وتغديرهم للدعوة الكريمة من عضو مجلس الغيادة الرئاسي وتهنئته لهم بإعلان مجلس حضر موت الوطني مؤكدا أنهم يتطلعون لأن تأخذ حضر موت مكانها ويتولى أبناؤها إدارة شؤونهم وانفتاحهم على الجميع شدد رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك على أهمية الدور المعولة على الصحفيين والإعلاميين في الحفاظ على أخلاقيات المهنة وعدم نشر شاعات والمعلومات المغلوطة والانتصار لهذه المهنة المقدسة من الطارئين عليها والذين وفرت لهم وسائل التواصل الاجتماعي مساحة لنشر شاعات والتأثير على السلم الاجتماعي جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها في افتتاح مؤتمر لإعلام اليمن الثاني الذي ينظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وعلى مدى خمسة أيام تحت شعار نزيف الأرواح وتحدي الحرية حيث بارك انعقاد هذا المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة كبيرة من الإعلاميين اليمنيين للمساعدة في الوصول إلى رؤى تساعد في الحفاظ على فضاء حرية التعبير في هذا الظرف الصعب والدريغ الذي تمر به اليمن وخاصة بالنسبة للصحفيين والإعلاميين ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى الدور الواجب على الإعلاميين والصحفيين في الحفاظ على أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف وإعادة العمل الإعلامي إلى مساره الحقيقي حيث تعرض خلال سنوات الحرب الثمان إلى كثير من التحديات مشيرا إلى تصاعد نبرة الكراهية والعصرية والمناطقية والدور المعول على السلطة الرابعة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة الشاعات وقال هناك فرق بين حرية التعبير المعتمدة أو المعتمدة على أخلاقيات المهنة وقول الحقيقة والحفاظ على السلم الاجتماعي وبين نشر الشاعات والمعلومات المغلوطة ووسائل التواصل الاجتماعي رغم إيجابيتها إلا أنها وفرت مساحة لدخول كثير من الطارئين لنشر الإشاعات بشكل كبير واستخدمت من قبل جهات وأجهزة معينة لضرب التماسك الاجتماعي والثوابت الوطنية ودوركم هو الخروج بأفكار للحفاظ على إيجابيات التواصل وعدم تحويله إلى معوى لهدم وكذا رئيس الوزراء حرص الحكومة على التواصل أو التواصل المباشر مع الصحفيين والإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة وتصعي كثير من المفاهيم المغلوطة لمواجهة التحديات معا لافتا إلى أن السلطة الرابعة هي جزء مهم في أي مجتمع وأتمنى على الصحفيين والإعلاميين أن يساعدون في تقديم النقد البناء الموضوعي والمبني على المصلحة العامة وليس أن يكون ضمن توجهات سياسية أو لتصفية حسابات شخصية وجدد الدكتور معين عبد الملك موقف الحكومة الثابت بأن حرية التعبير والحريات الإعلامية هي مقدسة ومصانة بحماية الدستور والقوانين وهي من الثوابت والمكتسبات الأساسية وحرصها على توفير الأجواء الآمنة للصحفيين والإعلاميين وحمايتهم ورعاية حقوقهم ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية مستعرضا المناخ السياسي والإعلامي وحرية الرأي التي توفرت في اليمن منذ عادة تحقيق الوحدة في أكثر من ثلاثة عقود في أكثر من ثلاثة عقود والتي انتزعت من الصحفيين والإعلاميين من الجيل السابق وتطرق إلى التطور في اللواح في التعددية السياسية ليس فقط في إيصال الحقيقة والمعلومة والقرب من المجتمع والشفافية لكن أيضا في تشكيل الحياة السياسية وهي مرحلة لافتة في تاريخ اليمن كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما تعرضت له الحريات من انتهاكات بشكل كبير خلال السنوات الحرب الثمانية خاصة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية والثمن الكبير الذي دفعه الصحفيون والإعلاميون بالتضحية بأرواحهم وتعرضهم للاختطاف والاغتيال والإخفاء والمطاردة ومصادرة وإغلاق منابر الإعلام معاكدا أن الحكومة وضعت في أولوياتها متابعة هذه الملفات ما في ذلك مواصلة الجهود للإفراج عن بغية الصحفيين المختطفين في سبون الحوثي وأتفهمها الكامل لما يعانيه الصحفيون والإعلاميون من ظروف معقدة يداء التضييق على عملهم لكي لا يصلون إلى الحقيقة وهي كلفة باهظة ضمن تضحيات القسيمة لاستعادة الدولة والحفاظ على المؤسسات وحتى لا تنهار القيمة الأخلاقية للمجتمع طلب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر بن مطهر لإرياني الإقليمة والمجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على نظام طهران والمليشية الإرهابية الحوثية المدعومة منه للتعاطي بإيجابية مع مبادرات وجهود السلام في بلادنا وبما يضمن انهاء الحرب والمعاناة الإنسانية التي خلفتها وتحقيق السلام الشامل والدائم وفي مستهل كلمته أمام الدورة العادية الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة في العاصمة المغربية الرباطة نقل الوزير الإرياني تحيات فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الغيادة الرئاسي إلى الوفود المشاركة وأمنياته لاجتماعهم بالتوفيق والنجاح ثم تطرق وزير الإعلام والثقافة والسياحة على المستجدات على الساحة اليمنية وإلى مواقف الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الغيادة الرئاسي والداعي أهل وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم وتعاطيها الإيجابي مع كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق انطلاقا من إيمانها المطلق بالحوار وتغريب منطق الحلول السلمية للأزمة إلا أن تعنت ميليشي الحوثي وتعاطيها اللامسؤول مع جهود ودعوات التهديئة ومحاولتها فرض واقع جديد على الأرض وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية التوسعية وسياساتها تدميرية في المنطقة قوض كل تلك الجهود وقاد الأوضاع إلى مزيد من التدهور في مختلف الجوانب داعيا الإغليم والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية إلى إدانة ممارسات الميليشي الحوثية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان باعتبارها جرائمة لا تسقط بالتقادم وأضاف الإيرياني ينعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات سياسية وقتصادية واجتماعية وإنسانية وظروف بالغة التعقيد تمر بها بلداننا والوطن العربي والمنطقة والعالم جراء انتشار رقعة الحروب والصراعات وما خلفته من تنام للنزاعات الطائفية والمناطقية والعرقية وانتشار خطاب الكراهية وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود وتهريب السلاح والاتيار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية وهو ما يفرض علينا جميع المسؤوليات إضافية في تعزيز التنسيق والتعاون ومضاعفة الجهود والتخطيط والعمل خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية وصياقة استراتيجية إعلامية مشتركة لمواجهة التدخلات الخارجية والأطماع التوسعية وفي مقدمتها التدخل الإيراني وتحصين بلداننا ومجتمعاتنا من النزاعات والأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وإرسال الآليات التي تعزز قيم التسامح والتعايش والسلام والتنمية بين دولنا وشعوبنا ودعا الإيراني لإجتماع لإدانة سلوك ميليشيا الحث المزعزع لأمن واستغرار اليمن والمنطقة وانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وممارسة الضغوط جماعية لإجبار الميليشيا على الإنخراط بجدية وحسنية في مسار بناء السلام بالإضافة إلى تكثيف الضغوط على نظام طهران لوقف تدخلاته التي تقوض جهود التهديئة وفرص السلام للأزمة اليمنية والتي تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاغ الأمم المتحدة والقوانين والمواثق الدولية ودعم ومساندة جهود مجلس الغيادة الرئاسي بغيادة فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي والحكومة اليمنية بغيادة دولة الدكتور معين عبد الملك لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين لا افتن إلى أن الانقلاب الحثي قد أسقط الغناع عن نظام إيران الإرهابي كاشفا عن أحقاده التاريخية وأطماعه التوسعية في منطقتنا العربية الذي لن يستثني أي دولة عربية إن توفرت له الفرصة هو جدد الإيريان التأكيد على مركزية الغضية الفلسطينية وأهمية استمرار تصدرها لاهتمامات وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة لتصديد الضوء على ممارسات الاحتلال الصهيوني وما تتعرض له مدينة القدس الشريف من تجريف اللهويتها العربية الإسلامية مشيدا بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحادات والمنظمات الممارسة لمهام إعلامية في هذا الصدد معربا عن دعم الجمهورية اليمنية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وما تم اتخاذه في هذه الدورة من قرارات بشأنها وعلى وجه الخصوص إنشاء المرصد والمنصة المدمجة وأقرار الاستراتيجية العربية الموحدة للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية والموقع الإلكتروني لللجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني وفي ختام كلمتي ثمن الوزير مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة والمساندة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية متمنيا للمملكة المغربية الشريقة التوفيق والنجاح في إدارة الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماع المنتدى السنوي لدول نادي باريس في العاصمة الفرنسية بوفد ترأسه وزير المالية سالم بن بريك ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب ويناغش المنتدى شروط الإطار المشترك الذي وافقت عليه دول مجموعة العشرين وفقا لدائن نادي باريس وتأهيل اليمن لتكون مستفيدة من مبادرة تعليق الديون والتي تم قبول اليمن كدولة مؤهلة لمبادرة في إطار دول النادي وكذا تنسيق عمليات عادة هيكلة الدين العام وكيفية تحسين القدرة على تحمل الديون وآليات عادة الهيكلة مع بناء القدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها اليمن حتى تتمكن من الاستفادة الكاملة من مبادرة جديدة والدخول في مفاوضات شاملة للتعليق الديون لدول نادي باريس وأكد الوزيران بن بريك واباديب أن الحكومة التزمت مسبغا بتخصيص الموارد التي تم تحريرها من خلال المبادرات السابقة في زيادة الإنفاغ من أجل التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 وأنها ستعمل جاهدة على توفير جميع المتطلبات اللازمة لتمديد مبادرة تعليق الديون الخارجية وستسعى مع جميع وقداء نهاء الرسميين الثنائيين الآخرين إلى معاملة خدمة الديون التي تتماشى مع لآحة الشروط المتفق عليها من وهين أن أي مبادرة قادمة ستساهم أيضا في مساعدة الجمهورية اليمنية على تحسين شفافية الديون وإدارتها والتخفيف من الضغوط التي تواجه المالية العامة وأن اليمن توقفت عن الدخول بأي التزامات خارجية ممثلة بغروض تنموية منذ عام 2015 ويمهد المنتدى السنوي لدول نادي باريس لغمة أو لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي تستضيفه باريس خلال هذا الأسبوع وتهدف القمة إلى بناء عقد جديد لمواجهة الأزمة العالمية الحالية كما ستقدم فرصة لمعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه تمويل التنمية مثل أصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الديون والتمويل المبتكر والضرائب الدولية وحقوق السحب الخاصة دعا وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيدا شبيبة لتجنيب شعيرة الحج أي شعارات سياسية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية وأهبى في تصريح لقناة عدن الفضائية بالجميع كتاباً وأعلاميين وساسة ومثقفين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن يسهموا مساهمة إيجابية فأن يكون موسم الحج خالياً تماماً من أي شعارات سياسية أو مذهبية أو طائفية أو مناطقية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحج شعيرة وعبادة لرب العالمين وينبغي أن تكون هذه الشعيرة وهذه العبادة مجنبة تماماً من أي أعمال تخل بها فالحج لا سياسة فيه الحج لا مناطقية فيه الحج لا حزبية فيه الحج لا طائفية فيه الحج لله وكل عبادة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريك له وشعار الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فهذه الفرضة لا نشرك فيها أحد غير الله سبحانه وتعالى هي له خالصة لذلك يجب علينا جميعاً أن نجنب هذه الشعيرة والديار المقدسة أي شعارات أي حزبيات أي مذهبيات أي طائفيات أنا أهيب بالجميع كتاب إعلاميين الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي الساسة الأحزاب كل يمني أهيب بهم أن يجنبوا هذه الشعيرة أي سياسة أو أي مناطقية أو أي مذهبية أو أي طائفية هذا بيت الله لكل مسلم يقصد بيت الله سبحانه وتعالى الطريق سهلة وميسرة ونحن في وزارة الأوقاف والإرشاد لا نثرز الحجاج لا فرز مناطقي ولا فرز مذهبي ولا فرز حزبي ولا فرز طائفي أبداً كل من يريد الله والذهاب إلى بيت الله والسفر لهذه الفريضة والشعيرة العظيمة فنفتح له قلوبنا قبل أن نفتح له مكاتبنا وبالتالي أنا أهيب بالجميع أن يساهموا مساهمة إيجابية في أن يكون هذا الموسم وهذه الشعيرة الشعيرة ترمز إلى وحدة المسلمين إلى أخوة المسلمين فالحج في يوم عرفة يقف جميع الحجاج بلباس واحد وبشعار واحد وفي مكان واحد شعارهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يلبسون الإحرام المكان عرفة والزمان يوم التاسع كلهم في هذا المكان وبالشعار الواحد وباللباس الواحد إذن هذه الشعيرة تدعو إلى الوحدة إلى الألفة إلى المحبة إلى الأخوة فمن أراد أن يسيسها أو يدخل فيها شعارات أو يدخل فيها نعرات طائفية أو مذهبية أو حزبية وهو مفسد وفاسد ولا يفهم ماذا يريد الله من الحج لا سياسة في الحج وعلينا جميعا أن نفهم هذه الرسالة وأن نتعاون في أن تكون هذه الشعيرة شعيرة لرب العالمين لأن الله وضع بيته لكل عباده فمرحبا بكل من يريد أن يأتي إلى بيت الله حاجا أو معتمرا ولذلك نحن نشكر المملكة العربية السعودية ملكا وولي عهد وحكومة وشعب في أنهم جعلوا هذه الشعيرة بعيدة عن أي شعارات عن أي أطروحات عن أي مذهبيات عن أي حزبيات ويسروا وسهلوا للجميع لكل من يريد بيت الله الوصول إلى بيت الله ولم يفرزوا فرزا لا مناطقيا ولا طائفيا ولا حزبيا وعلينا أن نتعاون معهم في هذا الجانب وأن نعرف ماذا أراد الله مننا في الحج ويكون حجا آمنا مطمئنا مسهلا ميسرا بإذن الله سبحانه وتعالى كرم وزير الشباب والرياضة نيف البكري الشابين أكرم هيثم الضحاك وحسان ثابت المطري لابتكاريهما في مجال الحركات الميكانيكية المجانية واتلسكوب التصويري وخلال التكريم أشهد الوزير البكري بابتكار مثل هذه الأعمال التي تقدم حلولا لكثير من المشاكل وتفتح الباب واسعا أمام أصحابها وتساهم في تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة ومباشرة في خدمة المجتمع المحلي وحتى الانتقال إلى الخارج وكان الشابين أكرم الضحاك وحسان المطري قد قدم شرحا عن اختراعاتهما حيث يقوم اختراع الضحاك بإنتاج حركة ميكانيكية مجانية بالهواء المضغود دون الحاجة إلى استخدام أي من المشتقات النفطية فيما اختراع المطري يستطيع التقاط الصور على مسافات بعيدة جدا بجهاز تليسكوب صنعه بأدوات منزلية بسيطة وتحويلها إلى عمل يحاكي النجوم والمجرات في سياق آخر منحت وزارة الشباب والرياضة نادي الشيمة الرياضي بمديرية جحاف محافظة الضالع تصريحا مؤقتا على أن يخضع لعملية التقييم خلال السنوات الثلاث القادمة وأكد الوزير البكري خلال لقائه رئيس النادي فضل عبيد اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأبناء المناطق الريفية حرصها على إتاحة الفرصة أمامها لمزاولة الرياضة من خلال دعم الأندية الرياضية فيها وبناء الملاعب والأخذ بيد الشباب وتدريبهم وتأهيلهم وتجنيبهم كل أشكال التطرف والغلو نظمت هيئة العمليات بوزارة الدفاع مؤتمرا لتغييم نتائج تنفيذ تعليمات الغتال للعام 2023 بحضور رئيس هيئة الأركاء العامة قائد العمليات المشتركة الفريق النوك الصغير بن عزيز ونغش المؤتمر مستوى تنفيذ المهام العملياتية الشاملة لغيادة المناطق خلال الفترة الزمنية المحددة ومهام غيادة الوحدات في قطاعات المسؤولية على المستويات التكتيكية وفي كلمته خلال المؤتمر أشهد رئيس هيئة الأركاء العامة بالإنجازات والنجاحات التي حققتها هيئة العمليات وقادة المناطق والوحدات العسكرية في تنفيذ مختلف المهام الموكلة وأكد أن القوات المسلحة أصبحت اليوم في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي ولديها القدرة على المناورة العالية بالقوى والوسائل والإمكانيات البشرية والمالية مؤكدا استعدادها لتنفيذ جميع المهام الموكلة في مختلف الظروف ومن جانبه أوضح مدير دائرة العمليات العميد الرئيس نيحيى العيزري أن تضافر الجهود ومستوى التنظيم والتعاون بين مختلف النطاقات والقطاعات والمواقع القتالية هو ما أثمر هذه النجاحات مؤكدا أن مستوى التنظيم والتكامل والتلاحم هو بوابة النصر ومفتاح تعرير صنعاء ومن جانبهم أشاد قادة المناطق والوحدات العسكرية بمخرجات المؤتمر مؤكدين استمرارهم في تنفيذ توجيهات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركال العامة وجاهزيتهم لبذل المزيد من الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية العسكرية والمتمثلة في استعادة الدولة وإنهاي انقلاب تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التقى سفير اليمن لدى الصين دكتور محمد الميتمي مع نائب مدير الإدارة الدولية لللجلة الوطنية للتنمية والإصلاح جاو جيان حيث جرى خلال الغام ناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين ومن أبرزها بحث سبل تفعيل التعاون الثنائي في إطار مبادرة الحزام والطريقة التي انضمت إليها اليمن عام 2019 كما اطلع السفير المسؤول الصيني على تطورات الأوضاع على الصحة الوطنية والجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة اليمنية لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستغرار في أسبوع اليمن مثمنا موقف الصين الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود السلام في اليمن من جهتي أكد المسؤول الصيني على موقف بلاده تجاه اليمن ووحدته وأمنه واستغراره ودعمها للجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن معربا عن استعداد الصين للدفع بعلاقات البلدين نحو آفاق أرحب التغط اللجنة الوطنية للتحقيق بمحافظة تعز نبيل شمسان لمناغشة وضع حقوق الإنسان في محافظة تعز والملفات التي تتابعها اللجنة وأوضح نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي أن زيارة محافظة تعز تأتي ضمن برنامج نزول ميداني لكافة المحافظات بهدف استكمال التحقيق في عدد من الوقاع التي تنظرها اللجنة والوقوف على مستقدات حقوق الإنسان الأخيرة ومنها وضع المحتجزين في كافة مراكز الاحتجاز ومن جهة أكد محافظة تعز اهتمام سلطة المحلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في حل كافة الإشكاليات التي تعيق تنفيذ القانون ومن جهة أخرى قام أعضاء اللجنة وراصدها بزيارة أقسام السجن المركزي في تعز وليطلع على الأوضاع القانونية لـ 833 محتجزا وسجينا وقع مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع عدة تأهيل المنازل المتضررة من السيول والأعاصير والتي ضربت محافظة المهرة مؤخرا وتوسعة المرافق العامة بالمحافظة حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض ويستهدف المشروع في مرحلته الثانية بناء خمسين منزلا اقتصاديا للأسر المتضررة من السيول الذين هم بلا مأوى لائق فضلا عن توسعة وإعادة تأهيل المرافق العامة المحيطة بالمنطقة السكنية حيث سيتم توسعة وإعادة تأهيل المدرسة ليتم استيعاب عدد الطلاب الإضافي وتوسعة وإعادة تأهيل الوحدة الصحية المحيطة بالمنطقة السكنية لتوفير الخدمات الصحية لسكان المنطقة ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة الممثلة بالمركز الرامي للوقوف مع الشعب اليمني بمختلف الأزمات والمحن وتخفيف معاناته وتحسين ظروفه المعيشية جراء الأزمة الإنسانية الراهنة تأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى الدور الرابع النهائي أو الدور الربع النهائي في بطولة كاس آسيا للناشئين تحت 17 عام كثاني مجموعة بعد خسارة بهدف من تايلند في المباراة التي أقيمت في بانكوك وشهد الشوط الأول هجمات متبادلة بين المنتخبين مع تراجع منتخبنا للدفاع وسجل منتخبنا هدف صحيح عن طريق عصام ردمان ألغاه الحكم بداعي تسلل لينتهي الشوط بتعادل سلبي وفي الشوط الثاني كانت السيطرة للمنتخب التايلندي وهدد مرمى منتخبنا الذي استمر في تكتله الدفاعي ليتمكن لاعب تايلند لومناك من منح منتخبي هدف الفوز في دقيقة الأخيرة ليتصدر المجموعة الأولى في محل منتخبنا ثانيا وكان منتخبنا حصل على ست نقاط من فوزي على ماليجيا والاوس ويعد كأس آسيا للناشئين هو المؤهل لكأس العالم 2023 تحت 17 عام وستشارك فيه المنتخبات الأربع التي تصل إلى نصف النهائي الآن مشاهدين الكرام إلى حالة الطرس ودرقات الحرارة خلال الأربع وعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة